الله الرحمن الرحيم استحقاقا هاما في مصاري العلاقات بين البلدين بالرغم من الظروف الخاصة والاستثنائية التي تطبع الأوضاع الحالية على المستوى الإقليمي والدولي لقاؤنا اليوم فخمت الرئيس كان فرصة ثمينة تطرقنا من خلال هذه العلاقات الثنائية بصورة عامة والإنجازات التي حققناها معا منذ عقاد الدورة الأولى للمجلس تعاون رفيع المستوى الجزائري التركي لأصبح اليوم مجلس تعاون استراتيجي وإذا كان لنا بعد هذا اللقاء المستثمر أن نجري تقييما لعلاقتنا الجزائرية التركية بمناسبة لإعقاد هذه الدورة فإننا نقول وبكل ثقة وصدق بأنها علاقات قوية ودات أفاق مفتوحة على المزيد من التعاون نظرا للإرادة السياسية السادقة في الجزائر والتركيا ولدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة يعكسه حجم التبادلات التجارية حيث بلغ أكثر من خمس ملايير دولار خلال سنة 2022 ويتجاوز ست ملايير دولار في سنة 2023 وصبحنا لهذا مع أشقاءنا الأتراك ثاني شريك تجاري في إفريقيا بالنسبة لتركيا والوجه الأولى للاستثمار تركي في إفريقيا من جهة أخرى كان لي مع فخمت الرئيس حديث مطول ومعمق أملته الظروف الإقليمية الراهنة تطرقنا خلالها لملفات الملحة الحساسة وعلى رأسها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته وما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة من مأساة إنسانية جراء الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وانعكاسات عدوان الاحتلال الصهيوني على الساحة الإقليمية والدولية وأكدنا في هذه الخصوص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود جوان 1967 كما جددنا التأكيد على ضرورة اقتران الاستنكار للسياسة والقمع الممنهجة ولجرائم الإبادة والتهجير القصري التي يقوم بها الكيان الصهيوني أكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل مع بعض يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنايات الدولية كما اقتنمنا هذه الفرصة لاستعراض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة في النيجر في مالي وتطلقنا إلى قضية الصحراء الغربية كذلك وفي كل هذه الملفات سجلنا توافقا في وجهات النظر وتفقنا على مواصلات المساء المشتركة للمساهمة في استعاد الإستقرار لهذه البلدان الشقيقة وحفظ السلم والأمن في المنطقة وفي العالم شكرا فخمت الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا مرة نفرغ على حسن الكرم والضياثة الذي أبوى لي ولوافي وشكر جزيز يا أخي العزيز ذاتك وما زلنا معا نتلقى نفاعد جدي جيدة من التصالات والمشاورات المتدوضة في علاقتنا على المدى وسنوات الثلاثة الماضية كما تعلمون في هذه الزيارة الماضية للجزائد قررنا مع أخي العزيز تابول إنشاء مجلس التعاون ربيع المستعون لقد تعقبنا الاجتماع الأول لمجلسنا في ألقرة العام الماضي اليوم ترقصنا مع أخي العزيز الاجتماع الثاني لهذا المجلس ستبادلنا الأفطار حول الخطوات التي يجب في اتخاذها لتعميق علاقاتنا التنائية وسنتابع عن كتب المشاريع التي سيتم تنفيذها في هذا الوطار قلنا بإعادة تسمية مجلسنا ليصبح مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بإضافة كلمة استراتيجي وذلك لكي يعكس الوضع الحالي لتعاوننا وكان هذا الخرار بمثابة علامة ورمس على المستوى الذي وسرقه علاقاتنا شاني سومس ورمس على المستوى الذي وسرقه علاقاتنا كتب المطلية للتراتيجي اصر لنا ساري دوستك تركيا وقاعدة صداقة وأخوة عمرها يجن يل 5.3 مليار دولار لتبادل التجاري بيتنا بسنة صورة 6 مليار دولار عام الماضي إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الحالي ونأمل أن نصل إلى حجم التجارة البالغ 10 مليار دولار الذي حدناه مع أخي تبون في وقت قصير وأعتقد أن إفاقية التجارة الوصولية في هذه الجهود نحن معجبون بجهود الجزائر لتعبئة إمكاناتها الاقتصادية من خلال تنوي عن شططها تحت قيادة أخيرة تدعم حوالي 1400 شركة تركيا هذه العملية من فحورنا ونفحورنا من خلال حرب الوصولية ونفحورنا ونفحورنا زيادة إمكانات في الوصولة ونفحورنا خلال حجم التجارة ونفحورنا تجارة التجارة في تركيا للاستثمارات في أقرب وقت ممكن سيف عند الجزائر أنه من براعي فخنا من الشركات المقاولات تدينا لديها حصة كبيرة في استثمارات البنية التحتية في الجزائر لقد حصل عين على الترخيص اللازمة لفتح فرع في الجزائر وكتوّب مسهلة كبيرة في تعاوننا الاقتصادي والتجاري ونرغب في تطوير علاقاتنا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة من خلال تنويها بشراكات جديدة وعقد الغازة في المبرم بين شركة بوتاش التركية وصونترا الجزائرية مثالا جيدا على ذلك لقد قمنا بتصريع جهود يتمال العمليات علق أيضا كما يتعلق بمجالات صناعة الدفاعية أيضا وما هي الأعمال التي يمكن أن ننجزها وقد قمنا بتبادل على حول ذلك وقد قمنا بتصريع وقد قمنا بتصريع جهودنا لإكمال العمليات جهودنا في كل المجالات انطلاقا من هذا الشعار في الفترة المقبلة أعزاء الحضور أعزائي الضيور ومن الطبيعة أن تكون المأساة في فلسطين محور محادثاتنا فلسطين دعوازا كما يتعلق بمجالات المكانة البلدين فيها في مرآة الضمير نقدر موقف الجزائر الصادر والحازم بشأن هذه القضية ونحن أيضا نقدر هذا الموقف الجزائري كثيرا ولا نقبل بإي حال من الأحوال الأجماعات الإسرائيلية التي تتحول إلى عقاب جماعي وتشكل جرائم حظ إن السيدات الأماكن التي يجب حمايتها في جميع الظروف مثل المستشفى ودور العبادة ونحن نراقب ما ينعكس على الصحاة ونحن نريد أن نقدم جهودنا في هذا الاجتماعي في شكل مكثب ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار دائماين في منطقتنا دون التواصل إلى حل سياسي عادل قبيل فلسطينية إن إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عامل 1967 وعصمة وكتش شرقية أصبح الآن أمضان وكتش شرقية وكتش شرقية واء وقد وقعنا على ثلاثة عقد أو ملكة التفاهم والتفاقية لتكون ذاكرة خير كل هذه المقاربات فترة نفسا نواصل جهودنا لاتخار طوات إضافية بجميع جوانب علاقاتنا من التجارة إلى الطاقة ومن البيئة إلى الثقافة وبهذه الأفكار نشكر جميع أخوتنا الجزائريين وخاصة الرئيس تبون أقل العزيز على حسن ضيافتهم وكرم الضيافة مرحبا شكرا لكم وعمل أن تكون مشاورتنا القرارات التي اتخذها بادرت خير وحييكم جميعا بكول احترام شكرا لكم مرحبا شكرا لكم مرحبا شكرا لكم مرحبا شكرا لكم مرحبا شكرا لكم ووزير خارجياتنا وأيضا رئيس وكالة الاسفاق مرحبا شكرا لكم مرحبا شكرا لكم جانب القرارات فأنهم يواصلون بحثات هذا المسار ونتمنى بأن يتم تبادل الأسراء وأن نأخذ النتيجة بهذا الاتجاه نحن فيه ونتوقع بأننا سنصل إلى نتائج إيجابية سيد الرئيس غزة كنتم سيد الرئيس قد دعوتم إلى أحرار العالم إلى ملاحقة الكيان الصهيوني ومسؤوليه على جرائمهم في قطاع غزة هذه الدعوة نالت استحسان الكثير من الدول على ما يبدو بدليل أن العديد من الدول انضمت إليها والعديد من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية سيد الرئيس هل تتوقعون انضمام دول أخرى إلى هذه المبادرة شكرا هو قبل كل شيء نقيم تقييم إيجابي جدا ما قام به كل أصدقاء في مختلف الدول لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر لأن يقدم مسؤولي جرائم جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية إذا المشكورين في محاولة ربما خطوة لتخلي الأصدقاء في أوروبا وإنسانية في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح ملح جدا قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد والنهائي الذي يفصل نهائيا في السراعات هذه الموجودة في الشرق الأوسط وقلناها وقالها أخي أردوغال يعني الشرق الأوسط اليوم على فواهة بركان إما نحل المشكل أو ربما الأمور تأخذ مجرى آخر ربما ما توقعها حتى واحد ونتمنى إن شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين وتكون لهم دولتهم المستقلة إن شاء الله نحن كنا بدأنا قبل مثل ما أذكرها لي أخي أردوغان كنا متوقعين ما شو متوقعين الجرائم اليوم ضد غزة ولكن عرفنا وتيقنا مثل ما تيقن تركيا الشقيقة على أن حل فلسطيني يبدأ أولا بالمصالحة بين فصائل الفلسطينيين وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك مع الأسف توقفت الأمور وليس نحن السبب الله شاهد نتمنى إن شاء الله نعاود سترجعوا اللحمة للفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم ونصل إلى فرض كياند إنشاء الدولة الفلسطينية في حدود جوان سبعة وستين وعاصمتها القدس الشاريف وشكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر